اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يقول ان هو كده بس هتتعارض مع صفات الله ما ينفعش يقول عليه انه كان كده ومحب او كان كده واقول عليه ده سميع سمعت بشفته منين انه سميع مع من كان يتكلم الله قبل ان يخلق اي كائن سواء قبل خلق الانسان او حتى قبل خلق الملائكة لو ان الله هو واحد وحدانية مطلقة مجردة ولا يوجد داخل هذه الوحدانية اقنيم يبقى هذا يضعني امام مشكلة فلسفية ان الله بدأ يتكلم بعد ان خلق يبقى حدث تغير بهذا الاله والذي يتغير لا يمكن ان يكون الله هو الله صحيح سؤال فعلا صعب السؤال ده يعتبر دليل قوي جدا لاثبات الثلوث السؤال بيقول لك مدام الله من صفاته الكلام والسمع والمحبة طب كان بيتكلم وبيحب وبيسمع مين بقى قبل ما يخلق الخليقة ها ها افهم انت لوحدك بقى اللي كان بيتكلم وبيحب وبيسمع مين قبل ما يخلق الخليقة واضحة ايه بقى مسلم مش محتاجة فتاكة بقى خلص السؤال ده المسيحيين بيعتبروه اقوى سؤال محجز المسلمين وبيخلي المسلمين كده على طول دغري 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 يروحوا لك اه بس كده احنا اقامنا بالتسليس كده لا اراديا يعني لدرجة يا مؤمن ان السؤال ده بيتسرق ما بين الأرتوزوكس والبروتوستانت والكاثوليك بنفس الحروف وبيتاخد كده 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 خطف خد عندك مثلا شوفه في كتاب التسليس والتوحيد اللي قدمه الأنبا بشوي متراندوم يعته الأنبا موسى اوسكو في الشباب بيقول في صفحة 16 اي نوع من الوحدانية هي وحدانية الله وحدانية الله دي بقى نوعها ايه بص بيقولك للاجابة على هذا السؤال نسأل سؤالا اخرا ايه هو السؤال الاخر بيقولك ما الذي كان يفعله الله الواحد الازلي قبل خلق السماء والارض والملائكة والبشر كان بيعمل ايه نعم في الازلية اذ لم يكن احد سوا ماذا كان يفعل شايفين يا جماعة السؤال فيقولك هل كان يتكلم ويسمع ويحب ام كان صامتا وفي حالة سكون ان قلنا انه لم يكن يتكلم ويسمع ويحب اذا فقد ترى تغير على الله لانه قد تكلم الى الاباء بالانبياء وهو اليوم سامع الصلاة اذ هو السميع المجيب كما انه يحب خليقته وصنعت يديه نعم ان قلنا ان كان ساكنا لا يتكلم ولا يسمع ولا يحب ثم تكلم وسمع وأحب اذا فقد تغير والله جل جلاله منزع عن التغيير والتطور وبعدين بقى بيقولك وان قلنا انه كان يتكلم ويسمع ويحب في الازل قبل خلق الملائكة والبشر فمع من كان يتكلم والى من كان يستمع ومن كان يحب انها حق المعضلة حيارت الفلاسفة وجعلتهم يفضلون عدم الخوض في غمارها فهيهات العقليم المحدودة ان تحل تلك المعضلة او ان تعرف جوهر الله السؤال ده جماعة اتخذ بحذفيره من يوسف رياض البروتسانتي بنفس الحروف بالذب في كتاب ثلاث حقائق أساسية في الإيمان المسيحي صفحة 49 وخمسين برد بقول نفس الكلام فبيقول نوع الوحدانية اي نوع وحدانية الله بيقول بعد كده ما الذي كان يفعله الله الواحد الازلي قبل خلق السماء والأرض والملائك والبشر نعم في الازلية اذا لم يكن احد سواء ماذا كان يفعل؟ نفس السؤال بحذفيره بيتكرر بيتاخب من كتب البروتسانتي ويجروح لكتب البروتسانتي بالحرف الواحد او العكس الصحيح يظهر ان السؤال ده جامل جدا ويضرب المسلمين المعترجين على الثلاث في مقتل ده انا يا رجل وانا بقل في التعليقات في الحلقة اللي فاتت لقيت واحد بيفحمني وبيسألني نفس السؤال بيقول لي صفات الله هل كان يمارسها ام كانت معطلة مع من كان يتكلم الله ومع من كان يسمع ويراه ها افهم من� بقى الإله كان يتكلم مع من منذ الأذل ويسمع من من منذ الأذل لان لم يكن يوم خلقه قلت يا نه ربيت سبت التعليقات وانا لست افتح الرسالي من الصفحة والان يسألني نفس السؤال بيقول من اسماء الله الحسنة والسلامي اذا في متكلم من السامع ومن المتكلم قبل كل الخلائق لا سواء ده انت جاي لنا نطلس السؤال بيقول بما ان الله محب وسمع وبصير كان بيحب وبيسمع وبيشوف مين قبل ما يخلق الخليقة السؤال ده بصراحة حيرني وطير لهم من عيني خالص فقلت لا انا لازم اشوف كده القسوسة وبابوات الكنيسة الفطاح جاوبوا على السؤال اللي حير الفلاسفة ده ازاي فلايتهم جاوبوا على السؤال ده وقالوا ما تيجي نشوف مع من كان يتكلم الله قبل ان يخلق اي كائن سواء قبل خلق الانسان او حتى قبل خلق الملائك كان يتكلم في دائرة اقانيم ثلاثة اذا هناك احاديث دائرة من الازل بين اقانيم اللهوت الاب والاب وروح القدس نمرة اتنين الابن يقول للاب في محنى 17 انت احببتني قبل انشاء العالم والمحبة ليست عاطف المحبة يعبر عنها باقوال صحيح فلقد كانت هناك احاديث تدور بين الاب وبين الاب امر ثالث بمزمور اربعين الابن يخاطب الله ويقول له ها انا ذا جئت في درج الكتاب مكتوب عني ان افعل مشيئتك يا الهي سرير سرير معنى دا ايه؟ انه كان في مخطط تم مناقشته في مجلس اللهوت ودار الحديث بين الاب والابن والروح القدس فالاب له خطة الابن قال ساقوم بتنفيذ هذه الخطة كل دي ادلة بسيطة جدا تقول انه الله كان يتكلم مع نفسه اي في دائرة سالوس اقانيمو التي اعلنت لنا في العهد الجرس متشكرين يا جناب القص شبرا حدرك يا فندم اهو الراجل جاوبك على السؤال مدام الله سميع وبصير ويتكلم منذ الازل فكان بيتكلم مع مين قبل ما يخلق اي مخلوق قال لك الاله كان يتكلم مع اقانيمو سهلة بسيطة ايه؟ يقول لك كان في احاديث دائرة ما بين الاب والابن والروح القدس يعني التلاتة قاعدين بيتكلموا مع بعض او يا مسلمين خلاص بقى امن بالسالوس يا مسلم عرفت بقى الاله كان يتكلم مع مين منذ الازل لا واخدك كبيرة بقى جناب القص بيقولك ان كان في مخطط وفكرة كده التلاتة اللي هو الاب والابن والروح القدس عايزين ينفزوها فتمموا نقشته في مجلس اللهوت اه يا جماعة مجلس اللهوت يعني هم التلاتة قاعدين في المجلس بتاعهم واقعدين اه في مخطط احنا عايزين نعمله فبدأ بقى كل واحد يدله بدلوهي وكل واحد يقول فكرته لدرجة ان جناب القص بيقولك فالابن قال للاب انا ساقوم بتنفيذ هذه الخطة شفت يا جماعة التلاتة بيتكلموا مع بعض وبيبدلوا القراء مع بعض شفت يا جماعة الاجابة على السؤال مفهمة ازاي؟ عشان يجاوبك على السؤال اللي هو طرحه قال لك الاجابة ببساطة انك تبقى مشرك وبتؤمن بتلاتة قاعدين بيتكلموا وبيناقشوا مع بعض المخططات اللي هم كانوا بيخططوها والغريب النزامين للمسيحيين لسا بيقولوا على نفسهم موحدين المهم انا بعد ما سمعت الاجابة دي قلت لأ ما هو مش عشان اخرج من النقرة اقعف بلاحة فمش ممكن يعني فقلت اسمح اجابة القصة التاني على السؤال اللي هو طرحه برضو ما دام الله يتكلم وسميع ومحب منذ الازل فالاله بقى قبل مخلق المخلوقات كان بيتكلم مع مين بيحب مين بيشوف مين فالقصة التاني بصراحة شافة صدري باجابة رائعة جدا يبا اذا الاله ده ما ينفعش يبا كده واقول عليه في صفة محبة ده لازم يبا كده عشان ده بيحب ده وده بيحب ده وهنا بيحب الاتنين دول وكله في محبة فيه داخله في الواحد زي الصابع الصغير اللي فيه تلات عقل العقلة دي بتحب العقلة دي ودي بتحب دي في محبة فالمحبة عنده عاملة منذ الازل يبا مشكلة صفة الله بتاعت المحبة تستلزم ان يكون مش كده ده يكون كده عشان الصفة تبه عاملة من الاول عشان صفة الله تبه كاملة لازم يبا كده ما ينفعش يبا كده يبقى ده دليل ان هو مش كده لكن هو فيه تعال مصدوح شفت يا جماعة جماعة بواسيطة خالص الله كان بيتكلم مع مين وبيحب مين قبل خلق المخلوقات قالك اهو الله ما ينفعش يبقى كده لازم يبقى كده ويقولك ده بيحب ده وده بيحب ده وده بيحب اللي اتنين دول نعم يا جناب القص ده بيحب اللي اتنين دول وحضرتك وزميل المسيحيين تيجي تقولي ان انتو موحدين لا واخد الكبيرة بقى قالك زي الصباع الصباية ده كده عندك في العقلة دي بتحب العقلة دي والعقلة دي بتحب العقلة دي حاني شايفين منتهى المحبة خالص فاليله ما ينفعش يبقى كده لازم يبقى كده فالستة المزيعة فهمت وقالت له يعني ده دليل ان هو مش كده لكن فيه تعدد فاللها مضبوط خلص يا ج hindus ملخص الاجابة احنا عرفنا ان الله مش كده يعني مش واحد ولكن كده يعني ثلاث وده بيحب ده وده بيحب ده وده بيتكلم مع ده وده بيتكلم مع ده وفيه حورات دائرة واحاديث دائرة ومخططات دائرة ما بينهم فهم طرحوا السؤال وقال لك الاجابة بتاعته لازم تكون مشرك بالله هناك شي وعشان يا اجابة القصه ده كانت مفهومة جدا أكثر حت عجبتني فيه عندما قال عشان هذا يحب هذا . و هذا يحب هذا وهنا يحب الاتنين و كله يوجب figurative لداخله في الواحد ده يverständيام هذا و اده يشب ده و اده يتبع الإثنين في الجميع سيكشر كسر كده 1 3 4 5 6 8 احنا غيرنا يا شبي الأبجديات غيرنا صحيحنا الهواء، غيرنا الأرقام، غيرنا المفاهيم، غيرنا المنطقة، غيرنا كل شيء علشان عقلا حاجه لاتو عقلا من الأساس ألا وهو التثليث، التثليث يا جماعة هو الشرك بالله أنا أعرف أن زمائل المسيحين نعيش بفطرتهم النقية، عايشين بالفطرة التي تقول لا إله إلا الله عايشين بالفطرة التي تقول إن الله واحد لا شريكة له، لكن صدقني يا زمائل المسيحي إيمانك لا يقول شك هذا إيمانك يقول إن الله ليس كده، كما أنت ما رأت بجناب القص عليك ان تخرب language سننسبب باقي 용انية و انا من اس Ferrari علي سك przew year ان الله تعالى يبحث عنيف الانبابدي longest recib الكتاب المقدس II Napole ولكن كيف يفهم هذا اذا اقتصر تصورنا لله على الوحدانية المجردة اه يعني اما بشيخ جماعة ضد الوحدانية المجردة اللي هي لا إله إلا الله لا إله غير الله لا إله شريك مع الله سبحانه وتعالى فهو ضد الوحدانية المجردة دي تماما طيب بيكمل وبيقول وكيف يكون الله محبا ومحبوبا منذ الأزل قبل أن تكون هناك خالقة اه زي يكون بقى الله محب ومحبوب ولسه ما فيش خالقة يحل المشكلة دي زي بصه بيحلهhe لك فلو فرضنا ان الله لم تكن له علاقة محبة أزلية بأحد الله لم تكن له علاقة أزلية بأحد بأحد إذن هو يقر أن الله له علاقة أزلية بأحد 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 يعني بشخص آخر شخص عمل علاقة مع شخص ده توحيد يا شباب يا زميل المسيحيين أستحلفكم بالإله اللي خلق السماء والأرض ده توحيد لله سبحانه وتعالى بيكمل أنبا بشوي بيقول فلو فرضنا أن الله لم تكن له علاقة محبة أزلية بأحد وقلنا أنه قد صارت له علاقة محبة بالخليقة حين خلقها لكانت النتيجة الحتمية لذلك أنه دخل في علاقة محبة لم تكن موجودة فيه منذ الأزل يعني بيقولك لو أنت مؤمن بقى عايز تقول أن الإله نشط حسب وصفه يعني الصفة بتاعت السمع والبصر والمحبة بعد ما خلق المخلوقات كده هيكون الإله اتغير وطرع لتغيير حسب فهمه يعني وبيقول ويكون بهذا قد تطور وتغير وبما أن الله لا يتطور ولا يتغير إذن لا مفر من التسليم بأنه كانت له علاقة محبة أزلية متحققة داخلة بين ركائس خاصة لهذه الأقانيم يقوم عليها جوهر حسنا؟ عرفنا الله كان يتكلم عن منذ الأزل مع أقانيمه بيشوف من منذ الأزل مع أقانيمه بيحب من منذ الأزل بيحب في أقانيمه ده بيحب ده وده بيحب ده طيب الأنباب شوي كمان جاوب على نفس السؤال ده بصيغة تانية بصراحة أنا بهدت وأنا قاعد بس مع الصيغة اللي هنشوفها مع بعض دهي في نفس الكتاب الأنباب شوي كان بيجاب على السؤال وبيقول من كان الآب يحب قبل أن يخلق العالم والملائكة والبشر بيقول لك بص بقل افتراضات إذا أحب الآب نفسه يكون آنانياً يرديك أن يكون الإله آنانياً؟ لا خلاص بل إله ما بيحبش نفسه طيب أوكي يقوله حاشاً لا أن يكون هكذا إذن لابد من وجود محبوب آه في حد يعني مفعول به اللي ساقع عليه فعل الحب آه تمام بيقول وبوجود الإب يمكن أن نصف الله بالحب أزلياً وليس كأن الحب شيء حادث أو مستحدث بالنسبة لله فالأبوة والحب متلازمان وطالما وجدت الأبوة فهناك المحبة بين الآب والإبن لغاية هنا قادي الأنباب شوي يقولك أن المحبة دي صفة أزلية في الآب والآب ده لو كان بيحب نفسه فيبقى ناني وده كده ما ينفعش بيقولك خلاص إن الأب بيحب الإبن سيكة الأنباب شوي خلاص كده لا ده في مشكلة بقى أنت مشوخ بالأكملها يا مؤمن إيه المشكلة دي بص بيقولك إيه ولكن الحب لا يصير كاملاً إلا بوجود الأقنوم الثالث الله لازم يكون في حد ثالث عشان الحب يكون كامل آه بيقولك ما ينفعش يكون في حب ما بين اتنين بس ليه بص بيقولك أهو لأن الحب نحو الأنا هو أنانية وليس حبك والحب الذي يتجه نحو الآخر الذي ليس آخر سواه كيزع الجملة دي الذي ليس آخر سواه المنحصر في آخر سواه هو حب متخصص ورافض للاحتواء بمعنى أنه حب ناقص ولكن الحب المثالي والذي يتجه نحو الآخر وإلى كل آخر شفت يا جماعة بيقولك إن الأب لو بيحب في نفسه يبقى أناني طب لو الأب بيحب الإبن بس فقالك ده يكون حب إلى آخر وده كده حب منحصر ما بين اتنين بس همال إيه بقى بيقولك لازم يكون بقى فيه أقنوم ثالث علشان تكون المحبة كاملة ويكون فيه احتواء وإن الحب ده ينتقل إلى آخر وإلى كل آخر آخر حضرتك بتقول آخر يا جناب القصة آه بيقول آخر آخر دي يا جماعة يعني مش أنا أنا قاعد مع آخر يعني أنا قاعد مع شخصي تاني إذن يا جماعة الأب والابن وروح القدس مش شخص واحد دول تلاتة 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 لا وكمان الجملة بغية الخطورة بيقولك الحب الذي يتجه نحو الآخر الذي ليس آخر سواء هو حب متخصص ورافض للاحتواء بيقولك ليس آخر سواء يعني لو الأب بيحب الابن فقط والابن ده ليس آخر سواء هيكون حب كده رفض للاحتواء فمعنا كده إن الأب بشوي بيقولك إن في آخر سوى الآب وسوى الابن بالله عليكم بقى ده توحيد طب إما كانش ده شرك أمال إيه شرك نظرا لإعجابهم بالإشكالية بصراحة اللي هي متهافتة خلص يعني اللي هي تؤسس للشرك بالله سبحانه وتعالى ففي واحد من علماء المسيحية برضو قال بصراحة كده نالله مش اتنين بس لا ده تلاتة كمان قالها صراحة كده اسمه الدكتور عماد شحادة دكتور عماد شحادة عمل كتاب اسمه ضرورة التعدودية في الوحدانية الإلهية طيب مين اللي قدم للكتاب ده عشان ما تعرفوش لديه شخص يعني بسيط بقى وعمل اي كتاب بقى واي بتاعهم خلاص وأكل لا قدم للكتاب ده القص منيس عبد النور ومنيس عبد النور هو من هو راعي كنيسة أصر الدبارة والقص فوز عميش راعي كنيسة عمان المعمدانية والدكتور غسان خلف رئيس كلية اللهود بلبنان إذن عماد شحادة اللي قدموا له التلاتة دول الكتاب شخص مش هين طيب يا ترى عماد شحادة جاوب على السؤال بتاع الله كان بيتكلم وبيحب وبيسمع أمين منذ الأذن جاوب عليه ازاي بيقول الآتي بيقول لك لو كان الله ثنائيا بدلا من كونيه ثلاثيا ما شاء الله يعني ده اللي استفتاح بيقول لك لو كان الله ثنائي ما كانش ثلاثة يعني هو بيزبط لك كده ان الله ثلاثة بيقول يكون احتمال الانفصال واردا اه لو كان الاله اثنين بس فالتنين دول ممكن ينفصلوا بيقول فمع وجود تمييز بين الاثنين ان وجود الثالث وفي حب بقى من بين الاثنين بس فالاثنين دول ممكن ينفصلوا لكن لما يكون في الاثنين ثالث يقول لك لما يكون في الاثنين ثالث هيضمن ما بينهم الانفتاح والاشتراك والشراكة شراكة 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 شريك شراكة شريكان شريك شريك شرك شريك يعني شريك شريك يعني شرك شراكة ما Volsa ها We want you again يا شباب يازميل المسيحي يعلم ربي اللي خلقني خلقك إني أنا عايز لك الخير مش أكتر ولا أقل عمادش حدا ده طب مسلم منيس عبد النور لقدم له كتاب مسلم الأنبا بشوي مسلم الأنبا موسى مسلم طب تعال نكمل المرجع تعال نكمل المرجع بيقول يضمن الاتحاد والشراكة والانفتاح والاشتراك وهذه هي الصفة الأساسية الوحدانية ويؤيد ذلك ليوناردو باف بقوله إن كان الله وحدا وحيدا ينهار يسوح يعني الله كده مش وحدا وحيدا طيب بيقول إن كان الله وحدا وحيدا سوف يكون في عزلة وتركيز على الوحدة والاتحاد وإن كان الله إثنين أي ثنائيا مثلا الأب والإب سيكون هناك انفصال أي أن الأول متميز عن الثاني أي دون اتحاد جوهري وإبعاد أي لا يكون الأول هو الثاني مرة أخرى دون اتحاد جوهري بيقول لكن الله هو ثالوس وعندما يكون ثلاثة أقانيم فإنه يمتنع عن العزلة والوحدة ويتغلب عن الانفصال ويتفوق على الإبعاد شفتوا جماعة الحج القوية لو كان الأب بقى بيحب الإبعاد يقول لك كده ممكن ينفصل عن بعض وممكن يبعده عن بعض لكن مدام فيه واحد ثالث سيكون فيما بينه ومشتراك وهنا مش هيبقى فيه بقى ولا عزلة إن الأب يكون لواحده ولا إن الأب يحب الإبعاد بس وممكن ينفصله لما بيكون فيه واحد ثالث يقول لك فهيكون فيه شراكه أنا مش فهمي يعني لو واحد خاصم الثاني الثالث هيصالحهم يعني هم تضلع في علاقة حب مع بعض يا جماعة هي الحجة التي ستقابل بها الله سبحانه وتعالى ده اللي أنت تفق قدام ربنا سبحانه وتعالى وتقول له يا رب أصلا إنت لو لوحدك أنت كده لا مش هينفع لو حبيته واحد بس فأنت كده ممكن تنفصل فلازم أنت يا رب أنت مستنائيا أنت ثلاثيا فهنا علماء المسيحية وراتوا نفسهم في سؤال فلسفي قديم ولما حبوا يجاوبوا عليه أثبتوا أنهم مشركين يقول لك مش كده ده كده الله مش اثنين بس لا ده ثلاثة وده بيحب ده وده بيتكلم مع ده والسؤال بتاعهم اللي هم بيسألوا ده يعتبر سؤال قاتل ومعجز للمسلمين ده من وجهة نظرهم وأن إجابته بتثبت التسليس وبيتناقلوه كالنار في العشيم في الكتب بتاعتهم تعالوا نشوف دلوقتي السؤال ده هو بيتكرر مرة أخرى ولكن هنبدأ بقى هنا نطرح إشكالات في سؤالهم قبل ما هجوابهم عليه في الآخر مين هيكرر نفس السؤال دلوقتي الدكتور موريست وادرس طب مين موريست وادرس ده شخص عادي كده يعني غالبان على عده شماسه وأنهم أسيس كده لا أبد ده أستاذ العهد الجديد واللغة اليونانية بالكلية الإكليريكية الإكليريكية يا شباب يعني بما تعادل الأظهر مثلا عندنا كمسلمين يعني مش حاجة هيناء أبدا الدكتور موريست وادرس قال إيه بقى بيقول الوحدانية المجردة تعني أن الله منزه تعني أن الله منزه مجرد عما سواء يعني الله مش واحد مجرد يعني الله مش منزه عما سواء يا جناب الدكتور بيقولك إيه الوحدانية المجردة تعني أن الله منزه مجرد عما سواء وعن جميع الكائنات وقائم بذاته مكتفن بنفسه ومنزه عن حوادث والزمان والمكان والإشكال في هذا الإشكال في هذا هو عنده مشكلة أن الله يكون منزه عما سواء وعنده مشكلة أن الله يكون منزه عن جميع الكائنات وعنده مشكلة أن يكون الله وحدانية وحدانية مجرادة ويبدأ يريد إشكالات تصورهーー على أن الله منزه و مجرد عما سواه لا هو عتؤمن بكدة هو عتؤمن أن الله منزه عما سواه بيقول ويشكال في هذا marshall أنك بعد أن تنزه الله بهذه الصورة المطلقة أنه هو الله منزه عما سواه يعني حسب فهمه بيقولك تتكلم عنه كخالق بيقولك تركيتikk pequeño 조금 intern بيقولك وانت في هذه الحالة تنقل الله من حيز الغنية عما سواه إلى حيز القيام بعملية الخلق فيصير خالقا ويقصد يقولك ايه بيقولك بما انك انت بتقول ان الله واحد منزع عما سواه وتقول ان الاله ده خالق طب الاله ده هيحقق صفة الخلق انت هتقولها هيحقق صفة الخلق لما يخلق المخلوقات بيقولك طب ما هو لما الاله يخلق المخلوقات كده الاله بقى محتاج للمخلوقات علشان يظهر صفاته عشان يظهر صفة الخلق عشان يبقى الله خالق احتاج الاله الى ان يخلق اضطر الإله إلى أن يخلق ده حسب تصوره وفهمه يعني فيقول لك مدام الإله اضطر وحتاج إلى أن يخلق إذن هذا الإله مضطر وهذا الإله ليس غني وليس مكتف بذاته وهي دي الإشكالية في الوحدانية المجردة التي تنزها الله ده من وجهة نظره طب هيحل المشكلة دي إزاي خد عندك بيقول أي أنك إذا كنت تفهم الله بهذه الوحدانية المجردة بشكل مطلق أي تنزهه عن كل شيء أقوع يا راجل تنزه الله عن كل شيء أقوع يا تنزهه عن ما سواء بيقول فلا يمكن لك أن تتحدث عن الله كخالق إلا إذا أدخلت عليه التغيير بيقول بعد كده هذه المشكلة لا يمكن أن تحل إلا إذا عدنا مرة أخرى إلى الحديث عن وحدانية الله فوحدانية الله هي وحدانية علاقات وحدانية إيه؟ وحدانية علاقات وليست مجرد منزهة عن العلاقات جملة تتبروز بماء بالندم اللي يقول لك الله سبحانه وتعالى وحدانيته وحدانية علاقات علاقات دي جمع علاقة يعني في علاقة ما بين واحد والتاني والتالب هي دي وحدانية الله عند المسيحيين وحدانية علاقات وليس الله منزه عن العلاقات طيب تعال نطرح إشكالية تهد أصلا الكلام اللي قاله مريستو أدرس الأما بشوية وإلى آخرة مريستو أدرس كان بيقول إن صفات الله أزلية حلو؟ مريستو أدرس بيقول لك إن الله هو الخالق ولو قلت إن الله خلق مخلوقات عشان الإله دي يحقق ويمارس صفة الخلق كده يبقى الله تغير ويحتاج للمخلوقات عشان يمارس صفة الخلق وكده ده ما يبقاش إله الإله اللي بيطرق على التغيير وإنه هو بيحتاج للخلق عشان يبقى خالق دي حاجة شنيعة ودي لا طريق في حق الإله أوكي حاضر أنا سلمتلك جذرا وما جازا يا ترى بقى الإله اللي هو خالق منذ الأزل حقق صفة الخلق دي إزاي منذ الأزل يا دكتور مريستو أدرس يا مسيحيين الله خالق منذ الأزل إزاي الله حقق صفة الخلق دي منذ الأزل هل هتقول إن الإله زي ما كان بيتكلم مع أقانيمه وحقق صفة الكلام وزي ما الإله كان بيسمع أقانيمه وحقق صفة السمع هتقول إن الإله خلق أحد أقانيمه وحقق صفة الخلق جاوب ها جاوب صفة الخلق دي أزلية ولا مش أزلية أزلية الإله حقق صفة الخلق دي إزاي منذ الأزل ها هتقول إن الله خلق أحد أقانيمه لو الاقانيم مخلوقة يبقى عندك دي مشكلة ولا يستحق العبادة انت بتقول ان الابن مولود غير مخلوق والروح القدس منبثق وبرضه مش مخلوق وحتى الاب كمان مش مخلوق فازاي الاله عندك وفقا للاشكالية اللي حضراتكم كمسيحيين بتخلوها ازاي الاله حقق صفة الخلق وصفة ازالية في الاله هل الاله خلق احد اقانيمه ولا صفة الخلق دي مش ازالية ولا الله لم يحقق ويمارس صفة الخلق دي الا بعد ان خلق المخلوقات وده هو اصلا نفس الاعتراف بتاعكم ونفس الاشكالية اللي انتو بتسألوها وبكده انتو رجعتوا لمربع الصفر تاني ووردتوا نفسكم في سؤال انتو مش قدوا تعالوا برضو نشوف الدكتور موريس وادرس هو بيتكلم عن نفس الاشكالية برضو ورت نفسه ورت المسيحيين في اشكالية اكبر من الاشكالية اللي هو بيتراح دكتور موريس وادرس برضو بيقول ان صفة العدل مثلا لا تقوم الا بتصور التعدد 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 يا زميل المسيحي لو الله علشان يحقق صفة العدل لازم ما يكونش واحد لازم يكون عندك تعدد دكتور موريس وادرس كاتب لك تعدد بالحروف اهي ته عين دال دال ته عين دال دال حضرتك بتؤمن بالتعدد والتعدد ده يعني اكتر من اله والتعدد ده يعني شرك نكمل بيقول إن صفة العدل مثلا لا تقوم إلا بتصور التعدد فهناك القاضي الذي يفصل بين اثنين متخاصمين آه بيفصل ما بين كم؟ بين اثنين متخاصمين ويحكم بينهما بالعدل فكيف تفهم صفة العدالة في ذات وحدة مطلقة وليست بها أقانيم؟ فتصور ثلاث أقانيم أبو ابن رح قدس يجعل صفة العدالة معمولا بها منذ القديم ولم تكن تنتظر خلق الملائكة والبشر لتظهر العدالة في هذه المخلوقات إنما عدالة الله قديمة بقدمه عاملة في ذاته بين أقانيمه بين أقانيمه آه صفة العدل دي قائمة بين أقانيمه إذ يحتفظ كل أقنوم بامتيازه دون تعد من أقنوم على آخر هنا في سؤال بقى على سؤال أستاذ الكلية الإكليريكية نسأل سؤال هل ممكن أقنوم الآب مثلا يظلم أقنوم الإبن ويظلم أقنوم روح القدس أو يحصل ظلم ما بين الأقانيم؟ لو قلتوا أيوة ممكن أقنوم يظلم أقنوم آخر فأنتوا كده بتكفروا بإلهكم وبتقولوا إن إلهكم ظالم وبتنسبوا للظلم لو قلتوا لا لا يمكن أن أقنوم يظلم أقنوم آخر فأنا هرجع برضو وأسألكم نفس السؤال اللي أنتوا بتسألوني إحنا كمسلمين كيف سحققت صفة العدل في الإله منذ الأزل؟ ها الاله يحقق العدل ما بين مين؟ هل أقانيم بتتخاني مع بعض؟ بتتخصم مع بعض والإله بقى ويأتي واحد مثلا الأب لا يا ابن لا يا روح قدس لا تتخانوهش مع بعض لا ما تعملوش كده او الاب يزعل مع الإب يجروح القدس لا لو سمحته اعدلوا لا انت الغلطان انت الغلطان إزاي اللي حقق صفة العدل بقى منذ الأزل ولا صفة العدل دي طارقة على الإله وبكده الإله تغير قدامك الاختيار الثالث إنك تقول إن الإله حقق العدل ده بعد ما خلق المخلوقات وبالتالي الإله احتاج للمخلوقات وبالتالي أنتوا كده رجعتوا المربع الصفر لأن هيده الإشكالية اللي أنتوا أساسا بتطرحوها شفتوا وردتوا نفسكم في ورطة يا زميل المسيحيين ويا علماء المسيحيين ورطة إنتوا مش أدها فلسفة صدقوني إنتوا ما لكم ولها وعشان تجاوبوا على السؤال قلتوا إن إحنا مشركين وش كده إحنا جماعة بنقم إحنا مشركين نقم بتعدد مش كده كده تعالوا تشوف كده القس منسة يوحنى منسة يوحنى ده كان كاهن كنيسة ملاوي سابقا يعني برضو مش شخص إيه على ما تفرق كده برضو فكان بيقول في نفس الإشكالية دي برضو وبيسألها وبيجاوب عليها بيقول قد يسأل ما الفائدة من تعليم التثليث ولماذا لا يكتفى بالقول بوحدانية الإله صريحة والراجل بيقول لك ليه إحنا ما نكتفيش نقول بوحدانية الإله ليه ما نكتفيش بالوحدانية يعني هو بينادي بالشرك بيقول فنجيب أن تعليم التثليث ضروري للاعتقاد به كالاعتقاد بوحدانية الله لأسباب كثيرة منها الإجابة على الاعتراضات الكثيرة التي اعترض بها على الوحدانية المحضة أوه الوحدانية المحضة بتاعت لا إله إلا الله لا شركة له ده بيقول لك دي فيها عطراضات كثير جدا جدا دي وحدانية محضة ورافضها فيها إشكلات طب إيه الإشكلات دي جناب القصة؟ يقول لك مثل كيف يكون الله هو الودود أو المحب وبما أنه غير متغير فهو ودود منذ الأزل ويلزم من ذلك أن يكون مودود أو محبوب منذ الأزل قبل خلق العالم بيقول فمن عساه يكون ذلك المحبوب الموجود منذ الأزل عند الله آه جاوب إنت بقى اللي إله محبه وودود هيحب مين بقى منذ الأزل بقى؟ مين هو الذي سوى الله يعني غير الله إلا الله هيحبه منذ الأزل جاوب بقى جناب القص بيقول قال أحد الأفاضل ففي عقيدة التسليس الجواب الصريح والوحيد ها الإجابة حصرا في التسليس الجواب الصريح والوحيد لهذا السؤال فنقول إن أقنوم الآب الودود وأقنوم الإبن المودود آه عندك هو واحد ودود والتاني مودود ويرجع لك الاتنين واحد الودود هو المودود الاتنين واحد بحاول أهدي نفسي بيقول وما أحسن ما قال يسوع في هذا المعنى مخاطبا لأبيه أحببتني قبل إنشاء العالم وعليه لا يمكن الاعتقاد بوجود صفة المحبة في الله منذ الآذن ما لم نعتقد بتعدد الأقانيم في تعدد ها تعدد ليه للأقانيم مع وحدة الجوهر وحدة الجوهر سيقولنا هي وحدة النوع وكلمنا عنها الحلقة اللي فات بيقول وإلا كان متغيرا ابتدأ أن يحب مع الوقت الذي خلق له فيه محبوبا من الملائكة والبشر وهذا باطل لأنه قال الرب أنا الرب لا أتغير إن معنى تعليم التسليس أن الله كامل في نفسه ومتضمن في كيانه كل ما هو ضروري لكلامه بص الجملة اللي جاية دي وعايزك تبروزها وتكتبها بماء العيون ندما على هذا الاعتقاد والله بيقول أما عقيدة الوحدانية المحضة فمعناها أن الله إله منعزل عن من سواه وكائن بمفراده منذ الأزل شايفين اعتراض القص على الوحدانية بيقولك أنتو كده اللي بتقولوا أن الله واحد كده بتقولوا أن الله منعزل عن من سواه إذا جناب القص ينادي بأن هناك إله آخر سوى الله فهو بيلومنا على أن احنا بنؤمن أن الله ليس له سواه لا شريك له لا ند له نكمل بقى المرجع بيقول فإذا قلنا بالوحدة المحضة فما المعنى أن الله محب وحكيم وقوي ها محب وحكيم وقوي فمن يحب ومع من يكون حكيما وإلى من يظهر قوته إن الصفات الأدبية بأسمى معناها لا توجد إلا بين شخصين شخصين اتنين عاقلين فلذا وجب أن يكون في الله القانين ثلاثة بيقولك الإله يمارس الحكمة والحب والقوة مع مين بيقولك ده بيتمارس ما بين شخصين عاقلين شخصين يعني اتنين فيقولك عشان كده لازم الله يكون ثلاثة نطرح إشكالية برضو في نفس الإشكالية المتافتة من كلام القصة منسى يحنى هو بيقول وإلى من يظهر الإله قوته منذ الأزل وأنا بسألكم نبت السؤال إلى من كان يظهر الإله قوته منذ الأزل يا مسيحيين الإله كان بيظهر قوته دي على مين على مين منذ الأزل يعني هل كان فيه أقنوم بيظهر قوته على باقي الأقانيم هل كان فيه أقنوم بيظهر إنه قادر ومسيطر على الأقنومين التانيين ما تجاوبونها ويبقى كده فيه ثلاث ورطات للخروج من الورطة دي فيه ثلاث ورطات يعني عندك ورطة عايز تحلها اختار لك ورطة من الثلات إما إنكم تقولوا إن صفة القوة دي تحققت منذ الأزل آه تحققت منذ الأزل في مين هل تحققت في الأقانيم ويبقى كده فيه أقنوم أقوى من الأقنوم آخر ولا هتقولوا إن صفة القوة دي تحققت بعدما الإله خلق المخلوقات وبكده الإله احتاج للمخلوقات علشان يظهر عليها قوته وبكده يبقى الإله احتاج واضطر إلى الخلق والإله ليس غني عن خلقه وبالتالي كده هذا الإله ترق عليه تغيير ولا يستحق العبادة أو إنكم تقولوا في النقطة رقم ثلاثة إن القوة دي ليست صفة أزلية وهي صفة اكتسبها الإله لما خلايا المخلوقات وبكده الإله تغير اختار واحدة من الثلاثة اختار هتختاروا إيه فالورطات في الأورطة دي ورطة مقابلة بورطة أنا أجوابهم عن الذهب الذي هم فاكرون عن ذهبها ويعلمه إجابة سنؤكد أن ذهب سرح صفة الخلق إله كان يمارس ها منذ هل في أقنوم صفة العدل إله كان مارس ها من ذ her هل كان يمارس زي منذ هل كان يظلم اعود ما دمهم بذلك لأن يعود أقنوم الثالثينا حقّق العدل وعتي بين الأقاним الثالثة صفة عظم ها صفة أزلية مليلا أزلية طيب الاله كان بيمارس صفات العظمى مع مين منذ الازل هل يطار كان بيمارسها مع اقنمه ويبقى كده في اقنوم اعظم من اقنوم ولا الاله بقى بيمارس صفات العظمى ده بعدما خلق المخلوقات وبكده الاله يحتاج لمخلوقاته عشان يظهر صفاته زي منتو ما بتقوله ها وبكده ده مبقاش الى ولا صفات العظمى ليست صفة ازلية طيب بلاش اليس الله والتواب والغفار السؤال هنا الاله كان يغفر ويتوب على مين منذ الأزل يلا جاوبه هل كان فيه اقنوم يخطئ والاقنوم الثاني يتوب عليه ويغفر له منذ الأزل ولا هتقوله ان الاله حتاج انه يخلق مخلوقات بيخطئه عشان يتوب عليهم ويغفر له وبكده الاله حتاج لمخلوقاته وده اصلا استشكالكم واعتراضكم ولا هتقوله ان الاله مكانش غفار وتواب منذ الأزل وان ده اسم أو صفة أصبحت مكتسبة للاله بعد المخلق بلاش فتحنا الكتاب المقدم لان الكتاب يقول في صفر خروج فحمية غضب الرب على موسى في صفر سمائيل يقول وعادة فحمية غضب الرب على اسرائيل في صفر عدد يقول حمية غضب الرب على الشعب وهنا اسألهم نفس السؤال اللي هم اسألوك نفس المنطق اللي هم استخدموه مع من كان يمارس الاله غضبه منذ الأزل هل الاله حتاج الى ان يخلق الخلق حتى يمارس عليهم غضبه وبذلك طرع للتغيير زي ما انتما بتقوله بمنطقهم او ان الاله مارس غضبه على باقي الأقانيم اقنوه يغضب على الثاني والتاني يغضب على الثالث وتلاقي الأقانيم ايه غضبان على بعض وده طبعا انتم مش تقبلوه ولا هتقولوا ان غضب الاله ده مكتسب يعني الاله منذ الازل ما كانش بيغضب لكن فيما بعد بقى طرع عليه تغييره بقى يغضب هتحلوا الاشكالية دي ازاي واحنا برضو بنقرأ في الكتاب المقدس لقينا عندك مثلا في صفر نحمية بيقول الرب اله غيور ومنتقم رب منتقم الرب منتقم وذو سخط الرب منتقم من مبغضيه وحافظ غضبه على أعدائب دي الرب منتقم وبيغضب كمان صفر اسمويل برضو بيقول الاله المنتقم والمخضع شعوبا تحدي وهنا اتساءل بنفس المنطق اللي هم استخدموه وبنفس السؤال اللي هم طرحوه مع من كان يمارس الاله الانتقام منذ الأزل هل احتاج الله ان يخلق مخلوقات علشان يبغضهم وينتقم منهم وبكده طرق عليه تغيير وده اصلا الاستشكال اللي انتو بتطرحوه ولا الاله كان بيمارس الانتقام ده منذ الازل ما بين الأقانيم وتلاقي الأقنوم بينتقم من الأقنوم الآخر والأقنوم غضبان على الأقنوم الآخر يا جماعة ما تفهمونا برضو في الكتاب المقدس لقينا مثلا في سفر التسنية بيقول فاعلم اليوم ان الرب الهك والعابره أمامك نارا آكلة هو يبيدهم ويذلهم أمامك يذلها في مزمور 55 بيقول يسمع الله فيذلهم والجالس منذ القدم في زل الاله بيذله برضو في المزمور بيقول اما انت يا رب فمتعالن إلى الابد المتعالها برضو في المزمور بيقول الساكن في السماوات يضحك الرب يستهزئ بهم الرب بيستهزأ حسقيال بيقول فاذا ضل النبي وتكلم كلما فأما الرب قد أضللته ذلك النبي أنا الرب قد أضللت ذلك النبي وهنا هنسأل نفس السؤال بتاعكم وبنفس المنطق بتاعكم من الذي كان يذل الإله ويتعال عليه الله ويستهزئ به الله ويضل الإله منذ الأذى هل كان في أقنوم بيضل أقنوم مثلا؟ هل كان في أقنوم بيتعالى أو بيستهزئ أو بيذل أقنوم آخر انت Treaty لك يعني انت شايف هذا هناك أقنوم به يضل أيضا، أقنوم به يذل الثاني ويتعالى عليه وفي واحد أعظم من الثاني وفي تعاليما بينهم واللي هتقول أصل الإله ما كانش بيذل وما كانش بيتعالى وما كانش بيضل منذ الأذل ودي أصبحت إيه حاجات طرأت عليه لما خلق المخلوقات وبالتالي أنت كده وقعت نفسك في المشكلة اللي أنت أساسا طرحتها وهي أن الإله طرأ عليه تغيير لما خلق المخلوقات وأصبح الإله بيمارس حاجات لم يكن يمارسها منذ الأذل زي إيه زي الإله بيذل وبيضل وبيستهزئ وما إلى ذلك عرفتوا دلوقتي يا جماعة هشاشة السؤال اللي هم زعموا أنه أقوى دليل يجبرنا على قبول التثليث بتاع الله بيتكلم وبيسمع وبيحب مين وبيمارس صفاته مع مين منذ الأذل قبل خلق المخلوقات شفتوا أن الإجابة اللي قدموها هي إجابة واحدة بس مختصرها الله مش كده الله كده مشرك عشان تقبل إجابة سؤال متهافت طيب ما تجو أنت على السؤال بقى عم محمود لما أنت عمل اللي فيها بتاع بقى وعملت أقول سؤال متهافت ومسكت السؤال من علي الوطي كده جوب أنت على السؤال بقى محمود إلي الله كان بيمارس صفاته مع مين منذ الأذل قبل ما يخلق الخليقة يعني الله من صفاته السمع والكلام والبصر فكان بيمارس صفاته لي مع مين قبل خلق المخلوقات طبعا في إجابات كتير جدا جدا هختار أبسط إجابة منها وهبدأ الإجابة بطرح إشكالية تانية في فهمهم هم أصلا لصفات الله الإشكالية هي ما ينفعش يقول عليه أنه كان كده ومحب أو كان كده وأقول عليه ده سميع سمعت بشوفته منين أنه سميع سمعت بشوفته منين أنه سميع بيقولك لو كان الله كده إزاي قدر أقول على الله وهو كده أنه هو سميع بيقولك شفت منين أنه هو سميع شفت الخطأ اللي هو وقع فيه بيقولك أنت شفت منين أن الله سميع الله هي صفات الله علشان اقامم بها لازم اشوفها ده ايه الزكاة ده القصة يام حاسس انه هو اقنوم مثلا من الاقانيم وان الاقنوم ده شاف الاقنوم التاني بيسمع لما كلمه فقالك اه انا شفت كده ان ده بيسمع علس ان هو كلمه كده وكان في الديالوج معاه وشافه وبيشوف وشافه وبيسمع فنزل كده حضرة القصة وقال لنا يا جماعة هاي انا سأخبركم بصفات الله الله يسمع ويراه مش منطق يعني انت عايز تشوف الله علشان توصفه يبا هو ده الخطأ اللي هما وقوا على نفسهم فيه وده طبعا منطق خاطئ تماما ليه يا جماعة لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يصف نفسه عن طريق الوحي الالهي اما ان يخبرنا الله تبارك وتعالى بذلك او رسل الله يخبرونا بصفات الله عن طريق الوحي فاخبرونا ان الله سبحانه وتعالى سميع بصير متكلم وحي الى اخره الى اخره فانا لازم اصدق صفات الله سبحانه وتعالى من غير ما شوفها بعين علشان اسدى ان الصفات دى اصلا في الله سبحانه وتعالى ولما ربنا يقول انه سميع وبصير ومتصف بالكلام ما ينفعش اقول لله سبحانه وتعالى انت متصف بالكلام امتا او ازاي انت بقى متصف بالكلام طيب ما كانتش معاك مخلوقات ازاي بقى بتسمع و بتتكلم ده سفعة لكن انت حضرتك المفروب بتؤمن بكتاب موحى به من الله اذا انت بتؤمن بصفات الله كما اخبرك الله تبارك وتعالى نحو كان اولى بيك يا زميل المسيحي انك تسأل نفسك ابن مولود من الآب كيف يكون الابن ازلي بازالية الآب يعني اكيد الوالد يسبق المولود انت bege حسين اى 1 زادا 1 بيب然جي منطقة ها فين بقى الازالية ؟ انت مثلا بتقول ان الروح القدس منبثق من الآب فكيف يكون الروح القدس ازلي بازالية الآب اكيد المنبثق منه يسبق المنبثق تكون الروح القدس ومع ذلك الاجابه على هذا السؤال ببساطة stairsب PS نقول الله سبحانه وتعالى متصف بالخصفات ذاتية وصفات فعلية وصفات ذاتية سفاة ودار هذه هي فعليا طب يعني الكلام ذا محمود ؟ وجيزتي عن الدرس عندك الصفات الذاتية ودي صفات أزلية بالله سبحانه وتعالى وهي الصفات التي ليستَ لله لا يزل اله الله تبارك وتعالى متصفا بها فهذه الصفات تنثك عن الله سبحانه وتعالى يكفي ماء المحمود زي صفة العلم صفة القدرة صفة الحياة صفة السمع صفة البصر صفة القدرة صفة الحكمة صفة العظم والجلال والإرادة والعزة كل دي صفات ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى على الإطلاق وسميت بالصفات الذاتية لأنها تلزم ذاك الله تبارك وتعالى طيب scrap نوع الثاني من صفات الله تبارك وتعالى هي الصفات الفعلية والصفات دي برضه وهي صفات ازلية ايه هي الصفات الفعلية دي هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى يعني ان شاء فعلها وان لم يشاء لم يفعلها زي الغضب وزي الفرح وزي الرأفة وزي الرحمة وما الى ذلك طيب والفرق بقى ما بين الصفات الفعلية والذاتية ان الصفات الفعلية زي ما قلنا متقيدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى أي مسر؟ يعني تقول ان الله سبحانه وتعالى يُرحم إذا شاء ويغضب إذا شاء ويرقف إذا شاء بخلاف experiência بقاء بشكل الصفات الذاتية��ه لي لاتنفك عن ذات الله يعني ما ينفعشا أقول الله سبحانه وتعالى يقدر إذا شاء الله سبحانه وتعالى حكيم إذا شاء ينفع لهذا ما ينفعش ينفع اقول ان الله يعلم إذا شاء لا ما ينفعش لان الله سبحانه وتعالى عليم قدير في جميع الأحوال يبقى الصفات الذاتية دي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى وهي صفات أزلية أما الصفات الفعلية هذه الصفات أيضا أزلية ولكنها متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى النوع التالت بقى من صفات الله تبارك وتعالى هي صفات ذاتية فعلية يعني ذاتية فعلية هي ذاتية باعتبار أصلها وهي فعلية باعتبار أحد فعلها ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده محمود لخص كده وبسط المضوع هنايا الاتنين يعمل كل حلو عملكل دي صفة الكلام مثل أو صفة ان الله سبحانه وتعالى هو العفو وهو الغفور وهو الخالق وهو الرزاق فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزل مستحق لهذه الأسماء وما تتضمنه من صفات حلو لكن أثر هذه الأسماء والصفات متعلقة بالمشيئة ازاي محمود يعني صفة مثلا زي صفة الخلق الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الخلق منذ الأزل نعم الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة صفة الخلق منذ الأزل فإذا هي صفة ذاتية طيب ولكنها أيضا هي صفة فعلية بمعنى أن الصفة الفعلية دي متعلقة بمشيئة الله فالله سبحانه وتعالى يخلق ما شاء إذا شاء وقت ما شاء طيب الله سبحانه وتعالى مثلا يرزق من يشاء ويغفر لمن يشاء طيب عندك مثلا صفة زي صفة الكلام اللي هما كانوا بيسألونا عليها يقول لك الله كان بتكلم مع مين منذ الأزل ومش عارفين صفة الكلام دي صفة ذاتية باعتبار أصلها أنها صفة ذاتية لله تبارك وتعالى إِنَّ اللَّه سبحانه وتعالى لن يزل ولا يزل متكلما أما باعتبار أحد الكلام فهي صفة فعلية بمعنى أن الكلام متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى يعني الله منذ الأزل متصف في أنه متكلم واضحة طيب الله سبحانه وتعالى يكلم من كلم موسى النبي كلم موسى إم تكلمه في وقت محدد هل موسى ده أزل بأزلية الإله؟ لا يبقى الله سبحانه وتعالى عندما شاء وقتما شاء كلم موسى كيفما شاء إذا صفة الله صفة الكلام هي صفة ذاتية أزلية ولكن الله يتكلم كيف شاء متى شاء إنت يا مسيحي إيه اللي بتسأل الله سبحانه وتعالى كان بيتكلم مع مين منذ الأزل هذه الصفة صفة ذاتية فعلية فالله سبحانه وتعالى يتكلم وقتما شاء كيفما شاء اتفقنا يعني أنا مثلا دلوقتي أعد سكت هل حد يقدر ينفي عني صفة الكلام؟ لا فمجيش تقولي أن الله سبحانه وتعالى كان بيكلم مين قبل ما يخلق المخلوقات فالله سبحانه وتعالى إذا شاء تكلم وإذا لم يشأ لم يتكلم الله سبحانه وتعالى لم يتكلم إلا إذا اقتضت الحكمة لذلك ولا أنت عايز تقولي أن الله سبحانه وتعالى يتكلم 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 الله سبحانه وتعالى لا يتكلم إلا بما شاء كيفما شاء وقتما شاء إذا اقتضت الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم فالله سبحانه وتعالى إذا شاء يتكلم الأمر متعلق بمشية الله عشان ما يجيش تقولي الله كان بيكلم مين بقى قبل ما يخلق مخلوقاته فالله سبحانه وتعالى متصف بصفاته التي تليق به قبل خلق مخلوقاته الله سبحانه وتعالى أيضا لا يحتاج إلى هذه المخلوقات كي يظهر صفاته زي ما بيستشكل المسيحيين عشان يزبطوا عاقيدة التسليس فالله سبحانه وتعالى سميع بصير محي مميت قبل خلق المخلوقات ولكن ينفع مثلا نقول يسمع الله إذا شاء ويبصر إذا شاء لا ليه إذا السمع والبصر هذا غير متعلق بالمشيئة لأن دي صفات لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى على الإطلاق وغير متعلقة بالمشيئة طيب لكن لما مثلا أجي أقول الله سبحانه وتعالى محي ومميت أقدر هنا أقول يحي إذا شاء يميت إذا شاء ويتكلم إذا شاء وهكذا وهكذا لغير يا جماعة إن الإمكان شيء والحدوث شيء آخر نضرب مثالنا أنا مثلا عندي إمكانية إن أنا أنقل البتاع المüach vestand vez, أنقله من مكان إلى آخر حلو الكلام حلو الكلام أنا نقلteه في وقت معين صح صح وقبل ما نقله فأنا قادر إنه سنقله يعني قبل ما نقله هنا فأنا عندي القدرة طب هو أنا ما نقلتوش بس أنا عندي القدرة إن أنا أنقله الناحية التانية في إيدي التانية طيب بعد ما أنا ما نقلت الرمود ده لإيدي التانية أنا قادر برضو على إن أنا أنقله فإذا أنا دائما يمكنني أن أفعل ذلك إن أنا إيه أنقله إذا الفعل مرتبط بوقت معين ومكان معين وإحنا دلوقتي دخلنا في إيه حل المشكلة دي فالإمكان يعني إن الله سبحانه وتعالى عز وجل دائما دائما قادر أن يفعل ما فعل قبل أن يفعل وبعد أن يفعل فهو قادر على فعل ما فعل يعني قدرة الله سبحانه وتعالى مستمرة تلغي على الإطلاق إمكانية حدوث أي شيء طارئ يعني مثلا يقول لك أصل الله تكلم لما خلال المخلوقات فكده الله سبحانه وتعالى احتاج لمخلوقاته لا يا حبيبي عشان ما نعيدش ونزيد في الموضوع ده الله سبحانه وتعالى يتكلم وقتما شاء كيفما شاء وكده جماعة احنا جوابنا على سؤالهم وأظهرنا تهافت سؤالهم وألبنا السؤال عليهم أكتر من مرة وأظهرنا إشكالياته وفي الآخر إجابتهم بتقولك الله مش كده الله كده ودول بيتكلموا مع بعض وده بيحب اللي اتنين وده بيتكلم مع اللي اتنين فاستعيدوا بالله سبحانه وتعالى جماعة من الشرك وأهله أنا أدعوكم إلى لا إله إلا الله الذي لا شريك له لا نده له مش اللي هو يجي ولك أصلا الله مش كده ده كده وده بيحب ده وده بيحب اللي اتنين دول وقعدين في مجلس اللي هو بيتكلموا مجلس الله قاعد معه اتنين ثلاثة عادين في مجلس عادين بيتكلموا يا جماعة طب فترتك تقبل ان هو ثلاثة واحد بيتكلم مع الثاني والثالث بيرضى على الأولان والتاع مش هتتقبل ده يلا بقى على التوحيد تدقني محدش ضامن عمره والله العظيم ولا أنا ولا أنت قبل ما أكمل الحلقة ده قبل ما ننتجها وتطرفع ولا روح حتى البيت ولا أنت تكمل بقى الحلقة ولا ولا محدش ضامن عمره يسغل الوقت ده ولازم تشكر الله سبحانه وتعالى إنه إدالك الوقت إنك تتوب وترجع وتقامن بلا إله إلا الله ما تنساش بقى تكتب تعليقاتك حركاتك تركاتك أهلا بتعشيف شربيني ولا شيف محسن ده مش عارف ما علينا وتعمل بقى اشتراك بس هعمل إيه يعني لما حبيب لك عايز رياحك والله يلا تبع على خير